قبل بقى ما نتكلم عن ماتش النهاردة بكرة بإذن الله يوم تاريخي في حياة كل أهلاوي بشكل خاص هتقول لي ليه؟ أولاً هو بشكل خاص حاجة تخص النادي الأهل الرياضة المصرية كشكل عام ولكن بكرة بداية انطلاق الحلم الأهلاوي بكرة إن شاء الله وضع حجر الأساس في استاد الأهلي حلم كل أهلاوي صغير أو كبير إحنا لنا الشرف إن الاستاد ده فعلاً حاجة فخمة تليق بنادي القرن بالنادي الأهلي العظيم استاد هيكون فخامة ورقي بيعبر عن فعلاً كبير القارة الأفريقية بيعبر عن النادي اللي بينافس على كل بطولة بيشترك فيها بيعبر عن نادي صاحب الأرقام القياسية فعلاً من حق كل أهلاوي أن يفتخر بانتماؤل النادي الأهلي الكبير اللي فعلاً رائد في كل شيء مش بالكلام لا بالفعل الأهلي سباء في كافة المشروعات سواء جديدة أو حتى من فترة من زمن له الرياضة والصبق في كافة المجالات في كافة المجالات إنشاءات، إدارة، مشاريع، مشروع الساد الأهلي حلم كان بيراودنا كلنا ولكن بكرة إن شاء الله الحلم الحقيقة هتبقى بكرة إن شاء الله بداية الحلم هتتحقق بكرة إن شاء الله فاكرين حضراتكم كلمة الكابتن محمود الخطيب في افتتاح الساد الأهلي الجديد اللي هو الأهلي ويقى السلام لما قال إن إن إحنا وجمهور وأعضاء النادي الأهلي بقول لهم بس إن استاد الأهلي بمدينة السلام ده مجرد خطوة واحدة بس خطوة دي بداية لكن عمر النادي الأهلي ما هيتخلى عن حلمه حلمه إن يكون له استاد خاص به بيت حيلعب عليه ما تشاته وده أرايب إن شاء الله الكلام ده كابتن محمود الخطيب قاله ما كملناش خمس ست شهور والحمد لله وعد وعد بالكلام اللي قاله الكلام اللي قاله ما كملناش عليه ست شهور بقول لحضراتكم والحمد لله رب العالمين بكرة الحلم هيتحقق ويبقى حقيقة بداية الحلم بكرة هتتحقق وتبقى حقيقة استاد لنادي الوطنية نادي القرن بيعبر عن فخر الأهلوية لأنهم عارفين قد إيه ناديهم وطني ناديهم صاحب المبادئ والقيم كابتن خطيب كشف طبعا في اليومين اللي فاتوا أو الفترة اللي فاتت عن التعاون اللا محدود اللي لقى من المسؤولين والمؤسسات الوطنية بالدولة وكمان بدأ واضح جدا إن عندهم اهتمام جدا بالمساعدة بمساعدة النادي الأهلي وإن هما يدولوا الدعم علشان يخشت على حلم كل أهلاوي ويبتدي ينفزه وزي ما احنا عارفين زي ما احنا عارفين إن الرياضة المصرية لها السبق في كل حاجة تخص رياضة سياسة ثقافة كل حاجة كل حاجة الإدارة المصرية بتعمل كل حاجة على جميع المستويات بحيث إنها توفر كل حاجة للشعب فحلم النادي الأهلي شكر فيه كابتن خطيب طبعا فخامة الرئيس عفتاح السيسي والقادة السياسيين واللي كانوا ورا تنفيذ الحلم دو ترجمة نانسي قنقر